السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس صفحة 115. دائما مع الموشور القائم والأسطوانة القائمة. ندعو مع تصحيح التمرين الثلاثة ولكن دائما نحاول عن الإنجاز ثم تصحيح ألوين الأشكال التي تمكنني من تركيب أسطوانة قائمة. إذن من طبيعة الحالة الأشكال التي تمكنني من أن نصحيح أسطوانة قائمة. يجب أن تكون إما مستطيل وإما دائرة. دائرة ندعوها في القاعدة. في القاعدتين. ومستطيل أولى مربع ندعوهم في الجانب. مجيد. إذن هنا الأشكال التي تمكنهم من تركيب. كان هذا اللون هذا. كان هذين قدروا ندعوها في القاعدة. هذا نقدر ندعوه في الجناب. هذا وهذا دائرتين. المثالات لا يمكن. هؤلاء الأشكال التي تصحيح بهم أسطوانة قائمة. أربعة لتركيب متوازي المستطيلات. يختار يونس الأشكال الست الملونة لكي تصحيح متوازي المستطيلات. مثل هذا. يختار هؤلاء المثالات المثالات. لا يصلح لنا في متوازي المستطيلات. هل أحسن الاختيار؟ لا. إذا كان الجواب بالنفي. فما الأخطاء التي ارتكبها؟ اشني الأخطاء اللي ارتكب؟ اختار اختار اما مستطيل اما مربع اما متوازي المستطيلات فقط. اما مستطيل اما مربع. اذا المستطيل. المستطيلات. او المربعات. اما المستطيلات او المربعات. هذو ما اللي يخصو يختار. يعني هذا متى هذا 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 يمكنني صوب بهم متوازي المستطيلات. حيث متوازي المستطيلات يقدر يكون القاعدة دياله مربع. ما شي مشكل. هل شكل العلبة ديال الحليب الكرتونة ديال الحليب. هذو متوازي المستطيلات. القاعدة الفوق والقاعدة التي تحترم تقريبا مربع تقريبا. والجواني مستطيلات. سناعة عبدالله هذه العلبة بواسطة خشيبات زرقاء وكويرات عاجين حمراء. ما شكل العلبة? اذا ما شكل العلبة? متوازي المستطيلات. ما عدد الخشيبات? الخشيبات هما الاحرف. كنين ربعة الفوق وربعة التحت وربعة هارطين. يعني ربعة في ثلاثة يعني اثناش. ماذا تمثل الكويرات بالنسبة للشكل؟ هذه الكويرات كنتمثل رؤوس. اذا الرؤوس. ماذا تمثل الخشيبات بالنسبة للشكل؟ الاحرف. الخشيبات هما الاحرف. الأضلع. تقعب هنا دقة 6. اف ج اش. هي قاعدة للمكعب. اذا اف ج اش. هذه هي القاعدة ديال هاد المكعب وسمي القاعدة التانية دي ما قاعدة تكون مقابلة مع قاعدة يعني A B C D يكونوا متقابلين الأوجوه الجانبية الأربعة القول الأوجوه الجانبية الأربعة كين D C G H C G H كين هذا A D H E A D H E كين هذا اللي في الجنب اللي منها تجي فيليها صار A B F E A B F E وكين اللي في الوراء في الخلف مالي B C G F B C G F هادو مع أربعة أما A B C D و E F G H هادو قاعدتين نبطة تحال ترتيب الحروف مثلا بحل هذا A B F E نقدر نقوله A E F B ربح البحال طيب ينسبها ولاحظوا الأسطوان ثم ألوينوا القاعدتين من طبيعة الحال القاعدتين هما دائرتين بمعنى اللون هادي وهادي هادوما القاعدتين ترتيب هنا متنان أسمي القطر إذن القطر هو A B هادو هو القطر نكتبو بحل كل نديرو بين معقوفاتين ربحال بحال الشعاع الشعاع هو O A أو O B أو O C هادو هو الشعاع أما الارتفاع فهو الذي يربيطه بين القاعدتين القاعدة الفوق والقاعدة التحت رابط بناتهم A C إذن A C هادو هو الارتفاع أو B H أو O هادو تأي O هادو نسموها مثلا واحد هنديرو O O واحد راتو هو شعاع هادو هو هذا هو هذا بحال بحال مهم خصي يكون غير من القاعدة القاعدة ويكون بشكل عمودي Très bien maintenant l'exercice 8 donc j'observe les solides de leur patron et je complète le tableau donc les solides هم المجسمات solides هو المجسم patron هو المنشر أو نشر le patron هو نشر donc كل solide كل مجسم va نشوف le patron نشر ديالو donc حال دبعو ما solide 1 أعطونا le patron نشر ديالو هو B هادي هادو لدرنا للنشر يعطينا هذا وهذا لدرنا للتركيب يعطينا هذا مثلا الجوج ضوك لا لحته الجوج هنا هذا كل مربعات إذا يقدر يكون هذا يقدر يكون هذا ما واضح لنا هذا مكعب لما مكعب لك الجوج يقدر يكون آه بالنسبة ل 3 متوازن مستطيلات ديالو بالنسبة للربعة إذا الربعة القاعدة فيها شي بهمون حارف في ربعة الأضلع ذوك هادي القاعدة فيها خمسة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة فيها ست ديالو هذا ما عندوش الربعة مكنش بالنسبة للخمسة هارم هذا هارم ما تكون قاعدة على القاعدة وكينا رأس الفوق كي تسمى هارم ديالو الخمسة مع اه الربعة هذا ما عندوش ديالو سافيت شلقة هذا ماشي ديال هذا خي بيان ديالو هنا صبح 115 نتمنى تكونوا فهمتوا شكرا والسلام ورحمة الله اشتركوا في القناة